و لو تمسحت الكمبريسر ستقرب الفيديو السلام عليكم هيثم طبعا اليوم هاي السيارة جاي نبدل لها كومبريسر لكن ما كوا عندنا رادياتر فراح نحاول ننظفها فحاول نشوف هذا هنا بس جاي نطلع من الغاز من القيتش هذا السواد طلع ويانا فتحنا هاي الصندات هذا السواد مالتها يعني اكو هواية ترسبات عليها وهي من مادة الكمبريسر طبعا يعني انا مره مفصق كومبريسر وشايفين انتو البطل هم مالتها هم فتحتها برغيين يصير مكانه هنا نجوه طبعا هاي السيارة مازد 3 2009 مدري 7 هاي تشيه اذني برغيين طبعا السيارات اللي يصير بيها بطل معزول ممكن تتنظف فأساني جبت المادة وحطيتها بهاي البطل مال الضخ فراح احطها هنا واللي هو غلط وراح يأذينه ويطشر علينا هنانه فهس احنا مو راح نبدي نفتح المادة مال التنظيف راح ترجع عليك مناكة ويعني شوية وصلت حتى الوجه هنا واذت عيوننا فلاحظ السهنان الشون الوضعية خربانة وهنانه قاعد يمسح قاعد يمسح صاحب السيارة خطي فيفترض انه واحد بالعكس يضخ من الجهة الثانية طبعا هذا كله ليش لان احنا ما متوفره يمنع قطاع غيارة فلاحظ السحنة من راح افتحاني المادة من فوق راح يبدأ يطلع منه اوكي طبعا هذا الرادياتر ممكن تنظف لان هذا تفصال قديم او البطل المعزول السيارات اللي بيها البطل وياها يعني لا اي لا فهس احنا هذا جربنا وياه انه يعني انا حسب وجهة نظري انه تنظف اوكي طبعا هس احنا بعد ما شحننا غاز وشدينا كل شي فيجينا دريد نشوف الحرارة بالمحرار طبعا انا لا اؤمن بالمحرار هذا فهنا نشوف رأسا انه بدت درجة الحرارة تنزل بصورة ملحوظة جدا جدا وصلت يعني درجة قليلة والبرودة يعني مرضية هو لصاحب السيارة يعني هو اقتنع بس الفكرة هنا مو صحيح هذا الشغل ما لهذا المحرار ليش؟ لان هذا راح يكون طاخ بالدكت الدكت اللي هو الجوه فالمفروض اللي يريد يقرأ قراية صحيحة لاحظة سهنا اين وصلت الدرجة الحاصل يعني انه الفكرة انت المفروض هذا المحرار تطلع برا والابرة مالت الطرف مالتها تخليها قبال الهواء لا تخليها الطخ بالدكت هذا لان اذا طخت تقرأ درجة حرارة حيال ناصية فيفضل يعني الطريقة الصحيحة للقياس بالمحرار هو تكون بهذه الصورة انه تطقيس حرارة الهواء فلاحظ شوية ارتفعت لان هي هاي قراءة حقيقية طبعا هذا كل اللي سوينا هو عبارة عن تجربة فاذا استعدلت الوضعية وشارت اوكي تمام لان هي طلعت هواية وصاخة من المنظومة اما اذا الحرارة او التبريد ما كان مرضي فممكن يجينا ورا يوم انبدل له راديتر بحيث هو يجيب الراديتر ويا لان قلت لكم احنا ما متوفر يمنى قطاع غيار وهذا كان كل اللي عندي وشكرا فيما الله